تتبنى الحكومة الجديدة رؤية استراتيجية لبناء الإنسان من خلال تنفيذ برامج لتحسين جودة الصحة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة ويتضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف الصحة تفعيل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية رؤية استراتيجية لبناء الإنسان من الأولويات القصوى على رأس برنامج الحكومة الجديدة وذلك من خلال عدة مسارات من بينها المسار الصحية عبر إتاحة خدمة صحية متميزة هذه الاستراتيجية تتضمن تنفيذ أربعة برامج فرعية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل فضلاً عن تقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة كما تتضمن البرامج توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجاً وتوسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية فضلاً عن تطوير خدمات الإسعاف والطوارئ يأتي ذلك مع مواصلة الدولة العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات والأوبئة ورفع معدلات التطعيمات الوطنية وبالتزامن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة ومواصلة أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية هذا إلى جانب دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية كما تستهدف الحكومة الجديدة تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية الذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية وتشخيص الأمراض وتحسين حوكمة البيانات الصحية إضافة للاستمرار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية ويأتي ضمن البرامج التي وضعتها الحكومة للنهوض بمجال الصحة أيضاً حوكمة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية المختلفة لتقليل الهدر وتحقيق رضى المواطن والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الفريق الصحي والمرضى على حد سوى إذن هي خارطة طريق شاملة لتطوير المنظومة الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً للتوجهات الرئاسية في إطار الجمهورية الجديدة ورؤية مصر عشرين تلاتين